ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعد إعادة تشكيله واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي في إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة والاعتماد السياسات والإجراءات والأليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي بجانب إقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والسياسات الهادفة لبناء صناعات رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل